أنا أنصح طلبة العلم مسألة الكتب والانكباب عليها وماذا يقرؤون أول ما يرجعون إلى رشاد الشيخ ودائما إذا كان عند الطالب متن يستشريحه على ذي الشيخ ولا بد يستشريح على ذي الشيخ يقرأ الكتب الخادمة لهذا المتن لأن المقصود حينئذ هو تقريب المتن له حتى يحفظه وحتى يحسن تصور مسائله ويفهم ما فيه من العلم ويحتويه طبعا لا تستعجيني لحظة لحظة هذا من أسأل الكتب فلما نعطي كتب دفعة واحدة بهذه الطريقة لكن أنا أدل على كتابين أحدهما يشوقه ويدفعه والآخر يأتي له بالطريق وخطط الطريق هذا الأول اسمه وعنوانه المشوق إلى القراءة وطلب العلم تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران وهو كتاب طار كل مطار كتاب سيار وفقه الله طبعا إصدار الدار عالم الفوائد وهذه الطبعة الخامسة وطبعته بعض الدول يعني بعض المكتبات في بعض الدول وما دي ترجم أو لا وهذا طبعا طبعا فيها زيارات قليلة ونحن سبق طرعا رصنا بالكتاب والكتاب ماتع وضم قراته يا حسان ماتع جدا تقرأه المرة الأولى والثانية هو عنوانه المطلوب منه المشوق إلى القراءة وهذا اللي يحتاجه طالب العلم شيء يشوقه ويعينه على الطلب طبعا الكتاب الثاني يا شيخ والكتاب الثاني أنا عارفك عن تستعجل هو هذا عنوانه معالم في طريق طلب العلم إيش معالم يعني يضع لك منارات كيف تسوق طريق طلب العلم طبعا هذا من أحسن ما كتب من كتبات المعاصرين طبعا وهو من تعليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السلحان والشيخ عبد العزيز بن سلحان صح يعني معروف ووفقه الله ومن إصدارات دار العاصمة بالرياض لكن قدم له شيخنا العلامة رحمة الله عليه فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين قدم نفسه طبعا الشيخ عبد العزيز بن سلحان من كبار تلاميذه وبرز تلاميذه طبعا الكتاب طبع بهذه الطبعة الماتعة الإخراج الجميل من دار العاصمة وفيها نفائس هو حارس جدا الشيخ عبد العزيز السدحان على النكات العلمية التي تنفع طالب العلم في كل معلم من المعالم التي كتبها لطالب العلم